أما هلأ رشب ننتقل لمساحتنا القانونية لليوم دائما ضمن رحلتنا الصباحية بنحاول نسلط الضوء على بعض القوانين لنعطي معلومة مفيدة لكل الناس والمشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم رح نحكي عن ضرائب البيوع العقارية وفق القانون 15 لعام 2012 لنحكي عنه أكتر بعض النقاط الأساسية لكل الناس اللي عم يتابعونا يمكن في كتير من الصغرات أو من كتير من النقاط أي حدا بدي يستثمر عقار بيغفل عنها ما بيعرفها تفاصيل نحكي عنه أكتر معنا المحامي الأستاذ حسني صوفاني سيد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباحكم صباح سيد المشاهدين سيد صباحي نورت صباحنا عم نحكي عن موضوع كتير مهم وصار في ثغرات كتير وصار في أشكاليات كتير فرحنا اليوم للقانون اللي دائما ينوضع لحماية المواطن خلينا بداية نوضح شو يعني الضريبة على البيوع العقارية الضريبة على البيوع العقارية حددتها يعني هي من ضمن الأرباح الحقيقية كل شخص ببيع عقاره إذن هو مفترض أنه حقق في ربح معين فلابد من أنه يكون في ضريبة عائد الأرباح اللي حققها من هذا البيع وتكون على البائع هاي الضريبة تدعى ضريبة البيوع تمام وضريبة البيوع هي نسبة مئوية من قيمة العقار تتسدد لخزينة الدولة نتيجة تحقيق هذا الربح اللي هي ضمن تدعى أرباح حقيقية طبعا سابقا كانت يعني هي القانون 15 القانون الحالي اللي عم نحكي عنه 15 لعام 2021 صحيح تم تعديله يعني هو كان في 2005 في 2021 تم التعديل الأخير لقيله فينا نقول القانون 15 لل2021 ألغى القانون 41 لعام 2005 بشكل كامل ألغاها وصار هو القانون الحالي المعمول فيه وبدأ العام 2000 من بعد 3-5-2021 طيب خلينا نركز على هي النقاط الأساسية نحنا عم نحكي عن قانون بي عام 2005 تم إلغاء وأصدار قانون جديد قانون 15 لعام 2021 شو هي النقاط الأساسية اللي ركز عليها القانون لأنه نحنا دائما نعرف ونحكي مع كل المحاميين في صغرات ونقاط قانونية دائما بيستغل المحامي أو مالك العقار مثلا المستهلك أولي يبدأ يستثمر العقار بيكون معه شوية مصاري حابب يستثمر فيه في كتير من الأفصاص ما بينتبه له أو يغفل عنه أو يمكن السائد أنه لا خلاص يعني في صاحب العقار وفي حدا مستثمر باقي التفاصيل ما فيه معلومة كافية عند أي حدا بده يستثمر العقار خلينا نركز عن النقاط الأساسية للقانون 15 بال2021 شو هي وشو اللي اختلف عن القانون السابق في عام 2005 اللي تم إلغاءه هلأ هي المبدأ الأساسي هي القيمة غائجة كملخص هي القيمة غائجة سابقا كانت العقارات مثلا عقار بمنطقة معينة تلاقي مثلا تقييمه العقاري 40 ألف ليرا قيمته الحقيقية مثلا 500 مليون بس من الشكل القيمة الرائجة ما عم يحدد القانون عم يحدد السوق يعني هلأ دائما صغر يقع في القانون بكل تجديد القانون حدد أنه يتم تحديد الضريبة بنسبة مئوية من سعر السوق أو القيمة غائجة للعقار هيك القانون قال تمام نحن هلأ في لجان مختصة هي اللي بتقوم بتحديد هالقيمة الرائجة للعقار يعني نحن اليوم طبعا للسوق صحيح نعم فنحن بتابعوا هنين بشكل دوري وهي اللي جان حد أدنى كل ستة أشهر بتعمل اجتماع وبترجع بتقيم من أول وجديد كحد أدنى وإذا استدعى الأمر أحيانا بيصير في فروقات مستعجلة أو هي كمان عليها أن تنعقد وتحدد السوق يعني هي الفكرة الأساسية بالقانون حدد أنه هي تحدد ضريبة ريع العقار بما يتاع بنسبة مئوية من قيمة العقار بالسوق الرائجة فهذا النمط الأساسي القيمة الرائجة هي بما معناه أنه خلينا نوضح أكتر قيمة السوق القيمة السوقية الحقيقية للعقار هاي مشكلتنا مع كل قانون ومع كل محامي بيستضيفه للأسف أن القيمة الرائجة حتى اللجنة اللي يتم وضعها تحدد ضمن السوق الرائج يعني نحن نحكي عن العقارات من ستشور له الآن ضعفين واللي حدد السوق بيرجع بيحدد السوق واللجنة بتحدد على أساس السوق الرائج بشكل دائم تماما هلأ بهذا القانون الحديث أصبحت مؤتمته يعني صارت هي تحدد بناء على مقاييس معينة شو هي هاي المقاييس؟ هاي المقاييس مثلا على سبيل الميسار مكان العقار الموقع العقار شو هي الفسحة السماوية الأمامه مثلا هل هو طابق أول تاني أو هو مثلا ثالث رابع كل ما علية أكتر كلمة قلة القيمة بنسب متفاوتة يعني نسب يعني شلون معايير بيسموها التقييم العقاري تقيم بناء على أنه هل هي مطلة على شارع هل هي ضمن دخلة أو هل هي يعني طلالتها شرقي غربي شمالي يعني هذا الشيء المتعرف عليه بكل العقار لما أنا اليوم بدي قيمه بقيمه بناء على معايير محددة حددها القانون هاي اللي جانب تلتزم بهال القوانين أو بتلتزم بهال معايير عند التحديد القيمة الرائجة برأيك أستاذ هذا الشيء اللي عم نحكيه هيكون تأثيره إيجابي على السوق يعني اليوم رحنا نحنا نلاحظ أنه اليوم في شيء اختلف بموضوع العقارات إن كان بالبيع أو إن كان بالأجرات عم نحكي كنا أنه صارت يعني بدك تستأجر بيت يعني بدك تطلع قرض من الآخر تقدر تدفع شهرين ثلاثة يعني مشكلة صارت يعني وفاصلت نحن نعرف الظروف يعني فنحن اليوم بحاجة لقانون يسند هذا الفقير خلينا نقوله من الآخر يعني هنلاقي نحن في شيء إيجابي ضمن هذور التقسيمات أو لا هينقر عم نلا خلينا نقول لأستاذي بين قوسين إنه هاي الضرائب هي ضريبة تريع عقار يعني أنا صاحب عقار بدي أدفع ضريبة هاي ضريبة متوجبة علي أنا مالك أنا صاحب العقار مو المستأجر مو الشخص الآخر اللي حضرتك أنت عم تقول طيب ما هيأثر كونه فيه اليوم قانون للبيوع العقارية نحن عم نحكي بعقارات ما هيكون فيه تأثير يعني إيجابي على الواقع السوق بشكل عام أهلا أنا بنظر له مثلا النواحي ممكن تكون أنه أكيد يعني مو مية بالمية اليوم نقول أنه مباشرة رح تندمج العالم وتتأقلم ومباشرة تصير ترجع للحالة الطبيعية لأنه اليوم العالم ممكن تتخوف من شيء هي أساسا لسه ما عرفت شو هو مفهومه فهنا نتخوف الناس أنه أنا أكيد كان يدفع عن يبيعوا البيت يدفعوا ضريبة قيمة بسيطة جدا مثلا يطلع أحيانا على مبيع عقار لأنه لا يتم وضع القيمة الحقيقية مو قيمة حقيقية نحن لك نقطة قصة اللجنة اللجنة التي تحدد القيمة الرائجة ضمن السوق لأنه حتى المستهلك نحن ضمن القانون يقول لك هذا ملك خاص يحق للصاحب المالك أنه يبيعوا بليرة ويبيعوا بمليون في اللجنة وضعت لي حتى ما يكون فيه تزوير لأنه دائما فيه بيقول أنه بيت بالمزة هو أجاره هلأ صار مليون ونوص مليونين حاطة ضمن العقد 150 ألف لأنه والمستهلك بيقول لك مضبوط مع أنه متفقين بين بعض مشان الضريبة ما تاخد الدولة هي ضريبة ليحق للدولة أن تاخدها بس القانون وضع بزمن يعني نقوم القيمة الرائجة جدا عالية يعني لو هذا القانون لما نحكي ببداية 2014 تم وضعه كان في سبات لسوق العقارات في سوريا لأنه نحن نحكي عن ارتفاع كتير كبير اليوم حلم المواطن يستثمر عقار ما فيه ما فيه قبل كان تستطيع بس كان فيه حالة سبات لا فين نقول أسعار البيوت العقارية هلأ لا ما فيه سبات وضع القانون بحالة فين نقول بورصة عالية لأنه عم نسمع بأرقام خيالية مليار ومليارين وثلاثة في بيوت للأسف يعني مبارح نسمع ببيت سبعة مليار تم بيع وبأحد المناطق الراقية يعني حتى تحديد المناطق الراقية صار حتى المناطق الراقية صار تحديدة بطريقة مختلفة ضمن هذه اللجنة لأنه السوق حددها ما كانت ضمن تحديدات نرجع أنه سوق الرائج هو حدد هذه المناطق مع أنه ما كانت ضمن فينا نقول المساحة خلينا ننزغ للموضوع بعد إذنك من ناحية مهمة جدا هلأ أنا ما حكي بالياسان الكل نحلم كل الناس اليوم نحن نشتري بيت أدمق عطيتها شوية أمل صار هيك مؤلم للمواطن اليوم وأنه حتى الأجار مش قادر يدفعها ضمن قيمة السوق الرائجي للأسان نحن رح نحكي بشفافية أنه نحن بحاجة لزرع ثقافة أهمية الضريبة الضريبة هي نحن اليوم كلنا نحاول أنه نغزي الخزينة العامة حتى يصير في عنا الأساسيات للمجتمع أنه تكون قادرين على تمويلها لأنه هي الضريبة عائديتها بالنهاية للمواطن هاي الثقافة في حال أنه نحن ما نظرنا لإلى من هاي الناحية رح دائماً نعتبر أنه أنا ليش لحتى أدفعوا هذا بيتي تمام هذا العمبي نقال تمام هنه كان عنده نرغبة يعني دائماً كل إنسان يريد يبيع بيته بسبعة مليار وبعدين يدفع ضريبة خمسين ألف ليرة تمام ويتهرب من باقي المبالغ طيب هلأ نحن كقانون فرض أنه لازم يكون في نسب مئوية من قيمة العقار عند بيعه تمام والمفترض أنه يكون التصريح واقعي وصريح أنا بعت بعشر ليرات أو بعت بمئة مليون صحيح هيك المفترض تمام ولكن اللي صار أنه العالم صار بين بعضها بتتفق بتبيع بسبعة مليار بتصرح على أنه مئة ألف ليرة هذا من ثمانس يعني لا أعرف سائل تمام لأنه صار في شيء اسمه على القيود المالية هو تقييمه العقاري أربعين ألف إن وجد القانون خمسة عشر لعام الواحد وعشرين ليقول تحدد ضمن قيمة العقار الواقعية فأنا اليوم هذا القانون ما عم يرفع بقيمة العقار أو عم ينزل من قيمته هو دوره أنه ياخد الضريبة بما يتوافق مع القيمة الحقيقية للعقار في حال كانت ضريبة يعني شعر صاحب العقار أنه أنا اليوم فرد علي ضريبة كتير عالية يعني أنا ما بيستحق أو البيتي ما بيستحق هذه الضريبة شو ممكن يتصرف هل يحقله اليوم ويعترض؟ هلا اليوم كل صاحب عقار أو كل شخص بيقوم بالبيوع بعملية بيع بيحقله أنه من بعد ما يبلغ بالقيمة اللي هو رح يقوم بسدادة بيحقله أنه يقدم اعتراض خلال 30 يوم وتنظر بهذا الاعتراض لجنة يرأسها قاضي بتعيد تقييم إذا كان صاحب حق يعاد التقييم من أول وجديد ويقيم بسعر السوق الرائجة يعني إذا نحن بدنا نقيم بما يرضينا نرجع السوق الرائجة أنا عندي مشكلة السوق الرائجة السوق الرائجة أستاذا هي قيمة بناء على مجموعة يعني لجان فيه لجان مركزية فيه لجان رئيسية فيه لجان فرعية فيه مقيمين عقاريين موجودين رؤساء شعب بالمديريات المالية وهي حق للمواطن أنه كمان هو يرجع يعترد عليها هلأ برأيه شخصي طبعا ومحايد طيب خلينا نحكي لأتفضة بدي أقول أنه هي فعلا سوء الأسعار العقارات اللي كانت تصرح عنها سابقا المبيع كان أقل بكتير مما يصرح حاليا واليوم القيمة الرائجة هي أقل بجزء بسيط من القيمة الحقيقية من القيمة الحقيقية فهو أنا بعتقد أنه بعتقد أنه هذا أمر يعني جيد وإيجابي لأنه رفض الخزينة بما يستحق أو يدفع يعني المكلف عم يدفع بما يجب أن يدفعه ما عم يدفع زيادة تمام فلازم ما تكون إلى تأثير سلبي على الحركة بل كي يكون في مردود مادة كبيرة خزينة الدولة بل كي بنعمل جمعيات سكنية جديدة لكل الشباب اللي بيحلم أنه يكون عنده بيت اليوم طيب خلينا نحكي كيف بتم استفاء الضريبة العقارية على أي مبدأ يعني لنا بيتحدد مثلا قيمة العقار قيمة العقار ما بدي أقول مثلا خمسمائة مليون نعم كيف بتم استفاءة يعني هي مثلا عشرة بالمية من كل أد أو واحد بالمية أو شو هي الآن إذا بدنا نحكي النسب بشكل سريع فينا نقول أنه نحنا دائما العقار السكني هي واحد بالمية الأراضي خارج التنظيم هي واحد بالمية أراضي داخل التنظيم اثنين بالمية من قيمة العقار التجاري هي ثلاثة بالمية تمام هنين محددين أجزاء من بيناتهم كمان تحدد مثل مثلا ممكن يكون العقار الفروق لشخص تجاري عقار تجاري فروقه لشخص والحق رقبه لشخص آخر اعتبروا حق رقبه عشرة بالمية والفروق تسعين بالمية تمام الفروق اللي هي فهيأتي واحد بالمية استفاء من تسعين بالمية تماما واحد بالمية ثلاثة بالمية لأنه هي تجاري 3% من 90% وهذاك 3% من 10% يحبون الطرفين تماما من الطرفين السكني كذلك اللي بيملك حق الانتفاع واللي بيملك حق رقبة حق الملكية كمان جزأوهن 40% لحق رقبة و60% لحق الانتفاع كمان الـ 1% من الـ 40% 1% من الـ 60% يمكن خليني أقول أنا أنه بالأخير رح تكون الضريبة رقم أكثر يعني المواطن رح يتخيلها هي رقم كتير عالي بالأخير رح يطلع هو رقم منطقي جدا بمقابل المبلغ اللي هو رح يقوم بقبضه بس نحنا بدنا ننصح نصيحة للمواطنين وهذا الشيء اللكايك بنهاية لقاءنا شو نصيحة حكي اليوم؟ النصيحة ترمان العزز هاي الثقافي اللي دائما بتقول لنا عنها يعني المواطن اليوم يعني نعم معنى يتقبلها يعني نحنا ما فينا نجامل أكتر بالواقع اللي بده يشتري أو بده يستأجر لازم يعلم انه الضريبة هاي لازم يدفعها صاحب الملك يعني أنا كمستأجر اليوم ممكن كون أنا الحلقة الأبعفة صاحب الملكي اللي هدون عليك أنت قانوناً وبيقولوا كلمة هنين العقد شريعة متعاقدين بالاتفاق بيني وبينك القانون فرضه فرض غيع العقار على صاحب العقار وليس على المستأجر كأنه في حالات صارت كتير بتصير حالات بيجي واحد بيقولك أنا والله ما بأجرك أنا بدي كزلة إلي وبعدين أنت تستفلي شوفي ضرائب ادفعية فنحنا هون لازم وبيحكوا هنين بطريقة أنه على مين هي 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 بالاتفاق لا هي مو بالاتفاق يمكن الاتفاق يمكن الاتفاق أنه تدفع بدالي أكيد بس هي عليه هي لازم تكون على صاحب الملك فنحنا هون من نوة أنه السادة المشاهدين سأريدك تعمل عقد إيجار قيمة الضرائب المستحقة على قيمة طبعا غيع العقار فقط مو قيمة ضريبة عقد الإيجار ضريبة عقد الإيجار على المستأجر ولكن هي الضريبة اللي هي منصوص عليها بالقانون 15 للـ 21 نعم الـ 21 هي لازم تندفع من المالك وهذا جواب على سؤال حضرتك أنه المواطن اللي وضعه المادي صعب نحنا بدنا نسانده نحن عم نحمله إياها بس هو ما لازم يحمله والقانون ما حملوا إياها حتى يعني حديثك أستاذ ليون بيخلينا نتأكد أنه في حالات صارت كتير أنه تحمل المستأجر فرغم كل شيء لست تحمل الضرائب وما زال يتحمل أكيد بنتشكرك بالخطام الأستاذ المحامي حسني صوفان على وجودك معنا وشكرا كتير لك شكرا لكم سعيد صباحك أهلا وسهلا بحضرتك شكرا لكم